كان الرول بتاعنا نحنا في الانفيرومنتال تيم أنه نطور التكنولوجيا اللي هي بتحمي الناس نستطيعن نحن نواصل في أمريكا صعبة جداً يسموها USMLE أو US Medical License Examination عشان تنال الرخصة بتاعتي لممارسة المهنة في أمريكا سويت علاني لغناي يا مستحق الهناي اوه يا أمنياتي وهواي مال سواك المنى اوه بختارك انتو كفاي مهما خطاي مالتاك شافت سواك أمكنا بلادي و بحبك شديد بلادي و بحبك أنا فدي بتديك شعور طيب جداً عنهم بأنه هما فعلاً بيغدروا العملية بتاعت الكنتروبيوشن لحضارتهم وإنه فعلاً حضارتهم بدي نجحت وقامت لأنه هما بيحترموا القيم ديها بغض النظرة عن انت جاي من وين الـ background وسبحان الله تي كانت بعد الفترة بتاع السبتمبر 11 يعني الكلام ده حصل مباشرة بعد الفترة بتاع السبتمبر 11 اللي هو كان فيه مشاعر مشحونة ضد المسلمين فأني لما جاني المشرف بتاعي وقال ليه الكلام ده تخيلت إنه يا أخي ما فيه شخص حيقدر يعني يقبل في نفس الوقت ده الناس مشحونين ضد المسلمين بهذا المستوى يقبل يكتب ليه خطاب أو حتى ناس الهجرة بكونوا مدأسرين بالـ background إنه جاي من السودان والسودان الوقت داك يعني كان من الدول الليبلد بالإرهاب ووسامة باللادن وكانت حياة كثيرة فلكن قيم القصة دي يعني تغييم مختلف وفعلا يعني خلتني بقدر جدا احترام المجتمع الأمريكي للقيم بتاعتهم خصوصا في المجال العلمي وفي مجال التمييز وفعلا لاحظتوا يعني حتى بعدما مشيت شغلي بعدما انتهيت من جامعتي ومشيت اشتغلت في واحدة من أكبر شركات العالم اسمها BASF شركة ألبانية في مركز البحوث بتاعهم في نيوجيرسي شعرت بإنه ما في زلبي قيمك أنت جاي من وين ولا الـ background بتاعك لأنه ما في شخص بيدي أفضلية لشخص لأنه هو أمريكي أو لأنه هو أبيض عليك الأفضلية عندك دائما بتكون بتميزك في العمل تميزك في الأداء بتاعك فده بيديك أفضلية ففترة جامعة أوبون كانت فترة مميزة جدا والحمد لله نجحت في فترة معقولة جدا إنه أكمل الدكتوراب تحتها واشتغل وكانت ظروف بتاع التحدي كبير لأنه زوجتي طبيبة وعشان تبدأ مسارة في الطيب في أمريكا هي محتاجة تمتحن كل الامتحانات اللي بيسموها US MLE أو US Medical License Examination عشان تنال الرخصة بتاعتها لممارسة المهنة في أمريكا امتحانات دي صعبة جدا كانت وعندنا أطفال الوقت داك يعني كان عندنا طفلين لمن بدينا التحدي دي لكن ربنا وفقنا يعني هو كان عبارة عن تحدي النقلة من السعودية لأمريكا ولكن لأنه فعلا النية كانت صافية اشتغلنا فيري هارد والحمد لله وفقنا هي وفقت في امتحاناتها وكانت بدرجات مميزة جدا ونجحت في إنها تبدأ المرحلة بتاعت الامتياز بتاعتها في مجال طب الأطفال في أمريكا وبدأت في أوهايو وأنا لجيت الشغل بتاعي بعد الدكتورة في ولاية نيوجيرسي فكان الفريق بيناتنا 8 ساعات الوالدة رحمها الله لعبت دور كبير جدا في حياتنا في الوقت داك كنا محصوظين جدا إنها كانت معنا في أمريكا وعندنا أطفال صغار وفعلا لما زوجتي بدت مرحلة الامتياز جبنا كمان الطفلة الثالثة اللي هو بنتي منيرة الزغرم يعني كان عندنا ريان وأحمد وبعد ذلك جات منيرة فكان لازم زوجتي الشغل بتاع الامتياز بتاع بيطلب شغل بتاع ورديات مرات يومين ما بتكون في البيت وأنا مسافر هم في مدينة اسمه يونغستاون في أوهايو وأنا في نيوجيرسي المسافة بيناتنا 8 ساعات درايفي وكتب أسوق كل ويك اند فسوقت في أيام الخريف وأيام المطر وأيام الجليد وكانت رحلة جميلة جدا لازلت أسكرة أسافر يوم الجمعة بعد الدوام وأرجع منهم يوم اللحد أصل close to midnight فلكن الوالدة رحيمها الله لعبة دور كبير جدا في تنشئات أطفالي ديلي يعني كانت هي she's taking care of them ورعتهم في فترة العمليانة وعمل زوجتي وقاموا طفولتهم مربوطين بيها يعني وبعد ذاك يعني في السنة الثانية زوجتي جات معي في نيوجيرسي وكنت شغال فيه الميزة بتاعت الشغل في الشركة بي اي اس اف اللي هو واحدة من أكبر شركات الكيميائيات في العالم لو ما هي الأكبر على الإطلاق إنه كنا شغالي في مجال حماية البيئة نحنا بنطور في تكنولوجيا بتحمي البيئة لكل الإنسانية يعني كل الصناعات بتاعتنا واستخدام الوقود الإحفوري بنسميه هو الفصل فيول اللي هو البترول والفحم الحجري والغاز وكده بيطلع غازات والغازات دية فعلا تأثير ضار جدا بالبيئة وكلكم متابعين الجلوبال وورمي متأثير الحراري على البيئة بتاعتنا فكان الرول بتاعنا نحنا في الانفيرومينتال تيم إنه نطور التكنولوجيا اللي هي بتحمي الناس من الحاجات دية وهي بتحول الغازات دية من غازات سامة لغازات الطبيعة ممكن تدعمل معها فكان التأثير تأثير إيجابي جدا يعني شعرت بأنه يعني مجالنا بتاعت بحزة بيأثر على الإنسانية وكان حاجة مميزة بعد ذاك جات النقلة بتاعت إنه يعني الواحد دائري يمشي للمجال الأكاديمي لأنه رغم شغلي في الصناعة وشغل مميز وشغل مستغير جدا وفي منطقة جميلة جدا كنت عايش مع عسرتي في ولاية نيوجرسي وزوجتي طبيبة في مستشفى بتاع أطفال في نيوجرسي أيضا كان عندي شعور كبير جدا بأنه أنا رغبتي وغارستي دائما في عملية التدريس في نقل المعرفة يعني كنت حريص جدا في أنه حتى لما نكون أنا كنت تيمليد وعندي ناس تحتي وكذا بكون حريص جدا في نقل المعرفة لكن التأثير بتاعه في الصناعة محدود لأنه الصناعة أنت المشاريع اللي بتديك ليه ذات هداف محددة والزمن المتحليك زمن بسيط لإنك تعمل مساهمة كبيرة فبعد ذاك بدت القصة تحت إنه هل أرجع للأكاديمي أبقى أستاذ جامعي ولا ما أبقى وكيف النقلة دي تحصل وتحصل بيات طريقة يعني فسبحان الله يعني الوالدة رحمها الله كانت معانا في أمريكا الوقت ذاك وهي كانت شعرة بإنه هي قعدة فطرة طويلة جدا يعني بعيد عن أهلها في السودان والسفر من أمريكا للسودان كان عملية صعبة جدا وأنا قصتي إنه أخليها تسافر براها وبعدين الوضع في السودان لأنه أنا واحد ما عندي أخوان والأخوات فكنت حريص جدا إنها تكون قريبة لي معي يعني في أمريكا فهي كانت مصرة إنه نمشي نقرب على الخليج وكذا وبتاع لأس إنه قريب لأهلها في السودان بتقدر تزور وتمشي لوحدها وتجي لأن السفر الطويل دك ما كانت حتقدر عليه لأنه صاعات طويلة جدا إحيانا أيام موسيقى موسيقى Prof. Elbasher's tenure at BSF was short but productive In 2008 he received an offer from Texas A&M University at Qatar for an academic position We were very sad to see Nimir go but we wished him all the best in his new job I kept very close professional and personal ties with Dr. Elbasher and closely followed his career And in one word his career is spectacular This is evidenced by his ascension to a prominent position at Texas A&M University at Qatar And including directorship of the Gas and Fuel Research Center He has been awarded prestigious awards over the years With the recent one being distinguished inventor of the year from Qatar Foundation I greatly value my personal and professional relationship with Professor Nimir Elbasher And I wish him all the best in his future endeavors فبدأت الفكرة بتاعتينه كويس يعني أنا لو مشيت الأكاديمية في أمريكا هل بقدر أكون الخليج فجأت فكرة تكساس A&M D وسبحان الله جات في وقت مرضت فيه والوالدة ده مرض يعني فجائي وكان في شهر رمضان أسكر في 2007 وفجأة كده حصل له يعني نزيف كان في الدماغ وكده وكانت بالنسبة لنا تحدي كبير جدا في أنه يعني كيف ندعايش مع الصدمة الكبيرة جدا لواجهتنا في الوقت ده فسبحان الله يعني بنيتها هي أنه الناس تطلع حتى بعد مرضة بعد ده بيجيء واعي جدا لأنه هي مرضة ده يتطلب رعاية طبية اليوم كله فالرعاية الطبية بتاعتها دي تتطلب يعني أنها تكون دائما بالمستشفى وأندر يعني نيرسينج زي ما يقوله وتمريض وكذا فكانت قصتيني إحنا نواصل في أمريكا صعبة جدا لأنه شعرت في الوقت ده إنه حقه أهلا يصالوها أخوانا وأخواتا والناس ستكون قريبة لها وهي تكون قريبة لهم حتى مع أنه كان ما في communication هي ما في communication لأنه كانت يعني شبهي راج ده بس في السرير وكانت واحدة من التحديات الكبيرة جدا انقابلتني في حياتي فبعد ده بيجيء الخيار بتاعتين إحنا نطلع من أمريكا واضح جدا وهي بنية سبحان الله يعني اتفتحت الباب لجامعة تيكساسين وفي ولاية تيكساس زي ما قلت لك واحدة من أكبر الجامعات والميزة اللي عندهم كانت إنه عندنا الكامبس الموجود في قطر وده ساهم مساهمة كبيرة جدا في نقلتي من ولاية نيوجيرسي رغم إنه لولاد سوار وكانوا في المدرسة وكانوا مربوطين جدا بمدرستهم وبالمنطقة فيها ولكن أيضا واحدة من التحديات المرد بالواحد بحياته وزي ما قلت لك لما تكون النية صادقة فربنا فتح لنا أبواب يعني هنا في قطر هي علينا أبواب طيبة من أخوان أعزاء ساهم مساهمة كبيرة جدا في العملية بتاعة علاج الوالدة في فترة خلال قطر الموجودة يعني هجينا مباشرة جات من نيوجيرسي وزوجتي هي طبيب كنا محظوظين بأنه حتى النقل بتاعها بالطيارة كان بصعوبة كبيرة جدا من ولاية نيوجيرسي للدوحة لأنه كان يتطلب طبيب يكون قاعد وهي أندركير وفي يعني زي ما يقوله سرير طبي في الطيارة رحلة طويلة وما كان في الوقت ذاك رحلة مباشرة من نيوجيرسي للدوحة فكان القطرية بتمشي للجينيفا وبعد ذاك من جينيفا بتجي للدوحة لكن كنا محظوظين جدا لأنه زوجتي طبعا هي لأنه هي طبيبة ومرخص لها لايسانسين ويرسي سمحوا لها بإنها هي تكون تنقلها فسبحان الله يعني كل الأمور تيسرت وجات الوالدة هنا لقطر يعني إخوة أعزاء ساهموا وساهمة كبيرة جدا في تجهيز كل الحاجات لها وقدرنا يعني الأولاد بعد ذاك ليوني بعد فترة بعد ما كملوا دراستهم وزوجتي كملت يعني عقدها مع المستشفى هناك وجينا بدأينا مشوار طيب جدا في قطر وكان مشوار لين أيضا نقل كبير جدا وشغلي كان بيطلب الارتباط بالجامعة في تكساس والجامعة في الدوحة هنا كنت في الهندسة الكيميائية وكان مسؤولتي أنه بناء مراكز البحوث ذات الصلة بالمجال بتاع الغاز الطبيعي وبالمجال بتاع تطوير التكنولوجيا في قطر وتدريب كوادر مؤهلة في المجال دي وكان يتطلب أنه أنا أشتغل مع الشركات الكبيرة اللي هي في قطر هنا محظوظة أنه الغاز الطبيعي ده يعني هو استخداماته في قطر ساهمت في الثراء بتاع قطر على العموم وساهمت في أنه قطر تبني واحدة من أكبر المصافي ومن أكبر البلانس في العالم اللي هي بتدعمل مع الغاز الطبيعي فكشخص متخصص في هذا المجال وباحث في هذا المجال قدرت أربط الصناعة بالأكاديمية وأدريب كادر هو قادة العملية بتحت النقلة الصناعية اللي حصلت في قطر دي وكان عندها تأثير كبير جدا على المجال بتحت تدريب كوادر الآن بيقدر في غيادات الشركات الموجودة في قطر حاليا وأيضا في مجال البحوث أنتجت منتجات وساهمت مساهمات كبيرة وأيضا بيننا واحد من أكبر مراكز البحوث لجامعة تكساس هينين في أمريكا وفي قطر اللي هو في مجال الغاز الطبيعي والجامعة أو قالت لي مهمة إنه أنا أكون المدير بتاع هذا المركز بتاع البحوث الديريكتر بتاعه وهو مركز فيه تقريبا 30 بروفيسور في مجالات هندسات مختلفة في مجال هندسة البترول في مجال هندسة الكيميائية في المكانيكية في مجال هندسة المواد وكل المجالات المختلفة يشتغلنا مع بعض بإنه كيف نسرع بتطوير التكنولوجيا المختصة بالغاز الطبيعي البلد الأجمل ما يكون فد عيني رأي داكي وهاية لي طينك ولي أرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية البلد المخمن لك الدين والناس كلها مرساوية لو شفوك بعيني أكيد هالعالم كله حيوجب بك وانا شايفيك من أجمل زاوية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر